السلام عليكم متابعي دراما سبورت بهذا الفيديو رح نحكي عن أقوى 8 دوريات عربية طبعا أكيد أنتم عم بتتابع هذا الفيديو مستحيل تفكر بأن ضمن هال 8 دوريات العربية في الدور السوري فلذلك يعني إذا أنت عم تستنى أحكي عن الدور السوري هذا الفيديو مو إلك بكل صراحة بحكيها وكمان هذا الفيديو لحتى نتخطى موضوع أخبار المنتخب لأن حاليا في إشاعات وفي أخبار عن منتخب سوريا واللاعبين المغتربين وهالأمور فإنسى لي هالأخبار بكل ما تعنيه الكلمة من معنى نص أو 80% من الأخبار غير صحيحة على كل حال رح نحكي عن أقوى 8 دوريات عربية طبعا ضمن معايير أنا حددتها بنفسي يعني هاي مجرد أراء شخصية لا أكتر ولا أقل فيك تاخد فيها وفيك ما تاخد فيها على كل حال قبل ما نفوض التفاصيل بيتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة اتفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا عالتفاصيل شوف يا صديق العزيز بالبداية حابب أحكي عن بعض المعايير يعني المعايير اللي تخص الدوريات قوة الدوري من حيث عدد الأندية والمنافسة اللي فيها المعيار الآخر المحترفين الموجودين بهذا الدوري المعيار الثالث والأهم عندي الأندية اللي بتشارك بالبطولات القارية والإنجازات اللي بيعملوها بالبطولات القارية أمر مهم جدا يعني ممكن تكون فيه منافسة بالدوري لكن هالأندية لما بتلعب بالبطولات القارية بدوري أبطال أفريقيا أو دوري أبطال آسيا ما عم تعمل نتائج فبالتالي نحن عم نحكي عن معايير مخصصة أنا اللي عملتها وأنا اللي رح أختارها بكل صراحة بالمركز الثامن الدوري العراقي بكل صراحة الدوري العراقي تراجع مركز واحد يعني قبل سنتين حكينا عن أقوى 8 دوريات عربية كان الدوري العراقي بالمركز السابع أنا شايف بأن الدوري العراقي لا يزال ضمن أقوى 8 دوريات عربية لكن فيه دوريات أخرى اتطورت بشكل أسرع كمان عنده محترفين أفضل ما ينقص الدوري العراقي حاليا موضوع المحترفين نوعية اللاعب المحترف اللي بيتواجد بالدوري العراقي نعم في محمود المواس في فهاد اليوسف العيبة موجودين سوريين لكن احنا عم نحكي عن محترفين أجانب محترفين أصحاب أسماء موجودة بالدوري العراقي ما عم نشوف هذا الشي بقية الدوريات في تطور أكبر في شغل أكتر لكل صراحة بنحكيها الدوري العراقي جيد الدوري العراقي ضمن أفضل 8 دوريات عربية لكن إذا استمر على هذا الوضع ممكن حتى الدوري السوداني قريب قريبا مع تواجد الهلال والمريخ والنتائج اللي عم يعملوها يتفوق على الدوري العراقي لذلك كان بشوف من في بعض الإيجابيات اللي عم بتصير بهذا الدوري من ناحية النقل التلفزيوني من ناحية الروزنامة الدوري صارت أفضل بكتير لكن إلى الآن موضوع المحترفين نوعية المحترفين غير موجودة بالدوري العراقي للأمان الشديد المركز السابع راح اختار الدوري الجزائري كمان اتراجع مركز واحد عن الفيديو الماضي اللي قبل سنوات حكينا عن موضوع أقوى 8 دوريات فالدوري الجزائري نعم الأندية فيها منافسة انت عم بتشوف شباب بلوزداد وفاق سطيف عدد عدد من الأندية عم بتنافس المنافسة قوية بالدوري الجزائري كل مباراة بالدوري الجزائري بتلاقي الملعب ممتلئ يعني بشكل كبير الملعب جيدة الجمهور متعطش الجمهور محب متابعة مميزة نقل تلفزيوني دائما موجود كل هالأمور موجودة لكن لما منحكي عن المنافسة القارية الأندية الجزائرية ما عم تعمل شيء يعني آخر مرة نادي جزائري حقق دوري أبطال أفريقيا أنا بصراحة ما بتذكر فبالتالي الأمور بالنسبة للأندية الجزائرية لازم تنافس بالبطولات الأفريقية لحتى تكون تصنيفها أفضل يعني المنتخب الجزائري من لا أي بشكل مغاير عن الأندية الجزائرية المنتخب الجزائري يعتمد على العيب الموجودين بالدوريات الأوروبية وبنفس الوقت عم بلاقي الدوري الجزائري في نوع من الضعف التسويقي في نوع من الضعف يعني حتى من هاي الناحية فيه بكل صراحة التسويق لهذا الدوري إلى الآن غير جيد لكن من ناحية الجماهيرية من ناحية الملاعب من ناحية الروزنامة من كل هالنواحي أنا بشوف الدوري الجزائري يستحق التواجد ضمن أفضل من دوريات عربية بالمركز السادس رح أختار الدوري الإماراتي تقدم مركزين يعني كان بالمركز الثامن لكن أنا شايف من الدوري الإماراتي صاير عم بيجيب العيبة محترفين بشكل جيد فيه شغل بالدوري الإماراتي حاليا على دمج بعض الأندية يعني كان فيه نادي أهلي دبي ونادي شباب دبي تم دمج هالناديين بشباب أهلي دبي فهذه الأفكار جيدة من ناحية أنك تجمع ناديين لحتى يكون النادي قوي كثير ويشارك بالبطولات القرية شفنا شباب أهلي دبي بعدما تم دمجه وصل الأدوار النهائية بدوري أبطال آسيا فالدوري الإماراتي من ناحية المحترفين أفضل من الدوري العراقي والجزائري من ناحية الملاعب كمان الدوري الإماراتي جيد ممكن يتفوق الدوري العراقي والدوري الجزائري على الدوري الإماراتي من ناحية الحضور الجناهيري يعني بتلاقي بكل مباراة بالدوري الجزائري أو الدوري العراقي عدد الجمهور كبير أما بالدوري الإماراتي غالبا يعني فقط مباريات العين أو مباريات الجزيرة ممكن تلاقي فيها عدد كبير من الجمهور بس بشكل عام أنا لما بحكي لك عن بطولات قرية فنتائج الأندية الإماراتية بطولات القرية أفضل من الأندية العراقية والجزائرية لذلك بالمركز السادس الدور القطري حافظ على هذا المركز اللي حكينا سابقا يعني لا يزال الدور القطري موجود بالمركز الخامس وبظن ما ينقص الدور القطري فقط الجمهور لكن من ناحية النقل التلفزيوني انت بتشوف اكتر من 20 كاميرا يعني وكأن الدور الاسباني منقول على قنوات الكأس بكل صراحة عدد المحللين بالدور القطري ببرنامج الكأس اكتر من عدد المشجعين لكن من ناحية ايجابية ومن ناحية كمان تانية سلبية طبعا في مشكلة في مشكلة من ناحية الجمهور لكن من ناحية المحترفين وعدد اللاعبين المحترفين لما بتحكي عن نادي العربي وليس نادي السد والدحيل نادي العربي في عندك عمر السومة ويوسف المساكني والكنتارة يعني عدد محترفين ولعبة واسماء يعني بكل صراحة كابتن منتخب سوريا كابتن منتخب تونس لاعب برشلونة السابق ولاعب باريسان جرمان بنادي العربي اللي اللي فينا نعتبره اقل من السد والدحيل وانت لما بتحكي عن السد والدحيل كمان حدث ولا حرج عن عدد المحترفين وعدد النجوم الموجودين بالأندية القطرية فبالتالي وبكل صراحة الدوري القطري لا يزال محافظة على المركز الخامس ما ينقص الدوري القطري وما يمكن أن نعتبره دوري غير متقدم على باقية الدوريات الناحية الجماهيرية بكل صراحة وعدد السكان أكيد أحد الأسباب الرئيسية المركز الرابع راح أفضار الدوري التونسي تراجع ثلاث مراكز بكل صراحة الدوري التونسي بآخر فيديو قبل عدة سنوات حكينا عن أقوى 8 دوريات فالدوري التونسي كان بالمركز الثاني لكن حاليا أنا عمشوف في تراجع للأندية التونسية نعم المنافسة قوية بالدوري التونسي انت لما بتحكي عن الترجي الأفريقي النجم الساحلي الصفاقصي أندية قوية جدا المنافسة قوية بالدوري التونسي لكن بالبطولات القارية أنا ما عمشوف هاي المنافسة صارت موجودة آخر مرة الترجي ممكن نوصل للمباراة النهائية والنجم الساحلي ما بتذكر آخر مرة أما الأفريقي والصفاقصي بعيدين كل البعد عن البطولات القارية بدور أبطال أفريقيا فبالتالي في مشكلة حقيقية فيه هو صارت بالأندية التونسية وفيه تراجع للأندية التونسية من ناحية المحترفين من ناحية الوصول إلى المباريات النهائية والمنافسة القارية نعم الترجي لا يزال يعني فقط الترجي عم يعطي القوة للدور التونسي لحتى يتواجد بالمركز الرابع لكن لازم نشوف الصفاقصي لازم نشوف النجم الساحلي ولازم نشوف الأفريقي أندي قوية المنافسة بالدور التونسي قوية لكن فيه تراجع على الصعيد القاري بكل ما تعنيه الكلمة من معنى الثالث المنافسة كانت صعبة بكل صراحة وتقدم الدور المغربي مركز واحد يعني أنا كنت حتى مفكر حط الدور المغربي بالمركز الثاني وليس المركز الثالث ليش؟ لأن الدور المغربي بالفترة الأخيرة عم بنشوف نادي الوداد على سبيل المثال عم بيعمل إنجازات عم بيحقق لقب دور الأبطال أفريقيا عم بيوصل توصل الأندية المغربية لنهضة بركان عم بيفوز بكأس الاتحاد الأفريقي يعني هاي البطولات المجمعة غالبا الأندية المغربية عم بتشارك أما بالدور نصف النهاية أو عم توصل للنهائي كمان المنافسة بالدور المغربي معنا سهلة أنت عم تحكي عن الوداد وعن الرجاء وعن نهضة بركان وعن الكوكب المراكشي يعني أندي أندي أنديت الدور المغربي كمان فيها منافسة قوية الدور المغربي أكيد من ناحية الحضور الجماهيري حدث ولا حرج الدور المغربي مميز جدا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى يعني عم تحكي عن أندي عريقة يستحق التقدم مركز وكان ممكن يتقدم حتى للمركز الثاني بكل صراحة لكن المركز الثاني أكيد فيه دوري آخر لازم نحطه وهون بالمركز الثاني راح أختار الدوري المصري الدوري المصري نعم ما في حضور جماهيري ممكن من أكبر المشاكل حتى من ناحية النقل التلفزيوني في بعض الأخطاء لكن الناحية الإعلامية بالدوري المصري قوية جدا أنت عم تحكي عن الأهل والزمالك وبيراميدس عندي بالفعل عم بتقدم مستويات مميزة ممكن بهذا الموسم الزمالك ما عم بيؤدي بدوري أبطال أفريقيا لكن بشكل عام إذا أنت عم تحكي عن نادي الأهلي المصري على سبيل المثال فالأهلي المصري بآخر ثلاث إلى أربع سنوات أما عم يوصل للنهائي أو عم يحقق اللقب يا عم يخسر بالمباراة النهائية فبالتالي أنت عم تحكي عن نادي الأهلي المصري بآخر ثلاث أربع سنوات بدوري أبطال أفريقيا موجود بالمباراة النهائية لذلك صعب جدا ما تختار الدوري المصري لأن عم بيصدر أندي عم بتفوز ببطولات أفريقيا عم بيصدر أندي عم بتنافس بالبطولات الأفريقية سواء الأهلي الزمالك قبل سنتين اتأهل للمباراة النهائية وشفنا مواجهة الزمالك والأهلي أنت لما بتحكي عن ناديين من نفس البلد عم بيلعبوا بنهائي دوري أبطال أفريقيا فالأمر أكيد يعني ما نسهل وعم بيدل على قوة الأندية الموجودة نعم هذا الموسم الزمالك غير جيد لكن بشكل عام الدوري المصري عم بتشوف الأندية بالبطولات القرية عم بيعملوا أرقام وإنجازات فهي المنافسة بين الدوري المصري والدوري المغربي بصراحة المركز الثاني والثالث لكن بشكل عام الدوري المغربي متقدم حاليا يعني وعم بيعمل الوداد نتائج مبهرة جدا فبالتالي يعني فينا نقول الدوري المصري لا يزال محافظة على هذا الموضوع إلا الموضوع الحضور الجماهيري إلى الآن سيئ جدا أول فبطبيعة الحال راح أختار الدوري السعودي يعني الدوري السعودي ما بتحكي عن المصر جاب كريستانو رونالدو بتحكي عن نادي الاتحاد عبد الرزاق حمد الله ورو مارينهو بتحكي عن نادي الهلال يعني كتيبة من النجوم وعم بيفوز بلقب دوري أبطال آسيا وعم بيوصل للمباراة النهائية وعم بيوصل للمباراة النهائية بكأس العالم للأندي فلا لا الدوري السعودي بعيد حاليا بعيد عن كل الدوريات العربية ما احترامي لكل الدوريات العربية انت عم تحكي عن الدوري السعودي دوري أصبح منقول على عشرين قناة رياضية بالعالم أصبح الدوري السعودي بيضم سبعة إلى ثمان محترفين على مستوى عالي ملاعب مميزة جدا نقل تلفزيوني مميز طغطية مميزة كل شي مميز بالدوري السعودي ما فيك ما تقول الدوري السعودي أقوى دوري عربي يعني مع كل المحبة لبائية الدوريات لا الدوري السعودي كل صراحة هلا فيه أسماء ممكن تنضم للهلال وممكن تنضم للاتحاد انت عم تحكي عن لوكا مودريتش عن ليونيل ميسي عن كريم بن زيمة راح تلاقي راح تلاقي أسماء بعد كريستيانو أسماء ممكن ما تتخيلها يعني نحنا ما تخيلنا كريستيانو فكيف هالأسماء الأخرى لذلك بكل صراحة الدوري السعودي بعيد يعني أصبح بعيد وممكن هلا حاليا فيه شغل على الدوري السعودي انه يكون ضمن أقوى خمس دوريات بالعالم كل شي ممكن لا تستبعد هذا الشي أوعة تستبعد هذا الشي لأن الدوري السعودي ماشي بهذا الخط وماشي بهذا الاتجاه سبع الأعيبة محترفين وجيب الأعيبة لا لا الأمر راح يكون صعب على بقية الدوريات يتجاوز الدوري السعودي في حال استمروا بهاي الوضعية وبهاي شاكله وانت كمان عم تحكي عن دوري جماهيري الهلال النصر حتى أبهى وبقية الأندي عم بيجيبوا مشجعين فيه ذي مشجعين عم بيحضروا بالملعب لذلك الدور السعودي أكيد يستحق المركز الأول هذا مجرد رأي شخصي يا جماعة مجرد رأي شخصي لأقوى 8 دوريات عربية ممكن نختلف ممكن نتفق ممكن بمركز مركزين لكن بتمنى تكتبوا بالتعليقات إذا متفقين أو لا وبتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة وتفعيل زر الجرس وكل هالحباشات مع السلامة ترجمة نانسي قنقر